السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي انا ستمنى ان شاء الله أنكم تكونوا بأحسن الأحوال وأحواله في تمام الصحة والعافية اليوم ان شاء الله سنشارك معكم 3 ديال الطرق للاحتفاظ بالثومة المدة طويلة في المجمد وفي الثلاجة والطريقة الثالثة سنشاركها معكم التي تستطيعون تحفظ بها يعني خارج الثلاجة ولكن مدة طويلة سنجم عليكم ان شاء الله دمها مع الطريقة وكنتمنى ان شاء الله تتبدو معها في هذا الفيديو بالنسبة للطريقة الأولى فأنا اخذت هنا قليل تومة وحكيته في الحكاكة الرقيقة بحال هذه البلاسة الصغيرة لكي نختصر لكم الوقت الطريقة الأولى هي أن اخذ القوالي بهذه التلج ونوضعه فيهم التومة هنا بعدما عمرت هذه البلاسة بالتومة نضعها في المجمد هذه هي الطريقة الأولى التي نقوم بتومة لأنني نضعها في المجمد بعدما تجمد نضع القوالي بهذه التومة ونجمعها في البلاستيكة ونضعها في الفريقوق ثم احتاجت التومة نجدها جاهزة نسبة للطريقة الثانية هي أن اخذ قرعة خوية ونضع فيها القليل من التومة القدر الذي نحتاج له نضع الزيت ونضع الزيت ونضع الزيت ونضع الزيت حتى تغطي اللي التومة في المجمد لا تبقى تبين من فوق كيف يمكنك أن ترى على هذا الشكل هذا على هذا الشكل أخذ القرعة ونضعها جيد ونضعها في الباب وضعها في الثلاجة نأخذ القدر الذي أريد ونجعل ذلك الزيت يكون طالع فوق الثومة لكي لا تخسر لها وهذا ضروري أنها تبقى في الثلاجة لكي لا تخسر بالنسبة للطريقة الثالثة التي نأخذ الثومة نأخذ الثومة نأخذ القدر صغير لكي نرى الطريقة نأخذها في الفران لكي نشف هذه الطريقة التي نقوم بها لأنها تقطعها صغير لأنها لا تريد توجد في الفران الثلاجة نأخذ الثومة كنت تقطعها طريقة صغيرة ووضعها في الفران لكي نشف تأخذها مدة طويلة لكي نستعمل هذه الحكاكة التي تخرج لها رقيقة ووضعها في الفران نأخذ الثومة بالطول ووضعها بهذه الطريقة تخرج رقائق صغيرة كما ترون هنا فأنا نأخذها رقائق صغيرة لكي تحملوا في الفران تقوم بها تقوم بها ووضعها في الفران على حرارة 50-60 درجة و تجعلها مدة على حسب الكمية تجعلها على الفق والتحت و تجعلها حتى تنشف تماما حتى تكون نشفة كيف تقول بعدما نرى ثم توجد لنا تقول لها كما ترون معي تكون ناشفة تماما هذه استغرقت لي تقريبا 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 ثم نأخذها و نطحنها في الميكسر و تقول لها و في الأخير أخواتي تجعلها 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 في المملحات و في اللطس و في الحوت ثم تتعرق ثم نستعملها و هناك طريقة تجعلها تجعلها تنسبوا بالتأكيد نأخذها و في نضيف و الثانية تديها نضعها في القوالب التلج ونضعها في المجمد ستكون لدينا مدة طويلة بعد ثلاثة طرق ستستعمل ثومة سهلة في الخدمة لا تتعدى معها كل مرة نتمنى ان شاء الله نفتكم بعض الطرق التي نفعل ثومة نشكركم بزاف على حسن المتابعة ونتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو هنا الاعجاب لكم نشكركم وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله